طبعاً النهاردة يمكن جماعيري النادي الأهلي كلها صحية على خبر سعيد خبر مهم جداً بالنسبة لصفقات الموسم الجديد وتدعيم صفوف الفريل أول لقرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة القادمة وهو التعاقد مع محمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي وأبرز الوجوه الجديدة اللي بالتأكيد هتدعم دفاع أو خط دفاع النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة محمود متولي يمكن محمود متولي مش غريب على النادي الأهلي كان بيزام العدد كبير جداً مع لعبي النادي الأهلي في منتخب الشباب اللي كان بيقوده كابتن ربيع ياسين من حوالي 6 سنين خط الدفاع كان معه عدد كبير جداً من لعبي النادي الأهلي كان أبرزهم بالتأكيد درامي ربيع أو ياسر إبراهيم وعدد كبير جداً من لعبي النادي الأهلي في هذه المرحلة السنية زمله محمود متولي في فترات تسابقة محمود متولي صفقة مهمة صفقة جوكر لدفاع النادي الأهلي أو خط وسط وأكثر مكان ممكن يستفيد به النادي الأهلي خلال الفترة القادمة يمكن النهاردة الخبر الأبرز في هذا اليوم محمود متولي النهاردة كان متواجد زهر اليوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة ووصل برفقة أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات به النادي الأهلي الذي أعلم بشكل يسمي عن تعاقد النادي الأهلي من خلال مفاوضات مباشرة مع النادي الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة أم أمير توفيق ببزل مجهود كبير خلال الفترة الأخيرة لنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشأن شؤون كرة القدم في النادي الآل في إطار الخطة المتكملة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة لتحقيق طموحات النادي الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقري يمكن اللي بيشغل قطاع كرة القدم في الفترة الحالية واجتماعات لجنة التخطيط مع المدير الفني مارتن لسارتي والكابتن سارد الحفيزة مدير القرى تدعيم الصفوف والتجهيز للمرحلة القادمة سواء بالنسبة للقائمة الإفريقية خاصة أنه غدا هو آخر يوم ليرسال القائمة الإفريقية التي ستستعد للموسم الإفريقي الجديد اللي سيبدأ إن شاء الله أحد أيام تسعة وعشر واحد عشر من شهر أغسطس القادم بمواجهة فريق بطل جنوب السودان فريق اسمه إطلع برة ده أول مواجهة للنادي الآل إن شاء الله في مباريات التمهيد فبالتالي في اجتماعات مكسفة خلال الساعات الجارية لتدعيم الصفوف ومواجهة هذا الفريق إن شاء الله خلال الفترة القادمة آه فيه أنباء وفيه كلام بيتقال أن ممكن مواجهة هذا الفريق هتكون مباراتين في مصر أو يعني فيه اتفاق مع النادي خلال الفترة القادمة بطلب من النادي بطل جنوب السودان لكن بشكل عام سواء المباراتين في مصر أو سواء المباراة زهاب إياب بغض النظر عن كل هذه الأمور النادي الآلي بيستعد للبطولة الإفريقية استعداد خاص جدا تدعيم الصفوف بدأت للفترة الأخيرة بالتعاقد مع المالي اليو ديانج لعب خط وسط مدافع الملودية والتعاقد لضمه للصفوف النادي الأهلي تجديد استعارة أو تمديد استعارة رمضان صبحي خلال الفترة القادمة نهاردة إعلان التعاقد مع محمود متولي والتعاقد مع محمود متولي بالنسبة لنا إطار تعاون جميل جدا ورائع ما بين إدارتي النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة وده بالتأكيد مهم جدا للناديين بالتأكيد اسمهم كبير جدا في القرى المصرية أوجه التعاون بين الناديين ده بالتأكيد بيسري سواء النادي الأهل أو النادي الإسماعيلي مهم جدا كمان التعاون مع النادي الإسماعيل النادي الإسماعيلي بالنسبة لنا أحد الأندية وأحد الأقطاب الكبيرة في القرى المصرية نتمنى لهم يرب التوفيق خلال المرحلة القادمة ويستفيدوا من ملف التعاقدات والصفقات خلال فترة الانتقالات السيفية في الموسم الجاري طيب مهم جدا كمان النهاردة كان في اجتماع للجنة التخطيط بالنادي الآل وفيه تصريح مهم جدا نزل الكابتن سيرد الحفيز بيقول فيه ان ما ردده البعض بشأن ترك مارت اللاصارتي اجتماع لجنة التخطيط غاضبا صباح اليوم كلام عاري تماما من الصحة وجاء من خيال كاتب هذا الخبر اضافا الاجتماع الذي جرى صباح اليوم كان مسمر للغاية في اطار التنصيق ما بين لجنة التخطيط والجهاز الفني بشأن الرؤية المتعلقة بالمرحلة القادمة سواء في القائمة المحلية او القائمة الافريقية قال ان اللجنة بتدعم مارت اللاصارتي في المرحلة القادمة وجهازه ولم يكن هناك اي خلاف حول اي امور بالعكس كان حوار ايجابي جدا بالنسبة للمرحلة القادمة بما يخدم مصلحة الفريق خاصة ان خلاص انتهي الاعتماد من القائمة الافريقية كابتن سيرد الحفيز يمكن النهاردة او على اقصى غد بالكتير هيعلن القائمة الافريقية اللي تم الاتفاع عليها وتم الاتفاع على قيد 26 لاعب في القائمة الأولية وقائمة الفريق إن شاء الله اللي على تخوض مباريات التمهيدي ومباريات الدوري الـ 32 وعدد من مباريات دور المجموعات للنظام الأجندة الإفريقية المراتي اختلف شوية عن الفترات السابقة البطولة تنطلق من شهر غسطس تنتهي 30 مايو أو 1 يونيو عدد من المباريات سيستمر سواء في 8 أو في 9 حتى 11 و 12 من نهاية هذا العام ثم تنطلق البطولة في الأدوار النهاية بدءا من شهر يناير وفبراير ومارس وبالتأكيد فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير تستطيع أن تستكمل القائمة الإفريقية لو أيت 26 هيكلك الحق أن تستكمل القائمة الإفريقية بأربع صفقات وأربع لعبين جدد في شهر يناير القادم تحد الأدنى للقيد في الفترة الحالية غدا 31 يوليو 23 لاعب لكن تم الاستقرار على قيد 26 لاعب وده اللي أكيده النهاردة دكتور طه إسماعيل في سياق حديثه والخبر اللي النهاردة أعلن عنه اللجنة اجتمعت النهاردة عن نهارة اللاصرتي وتم الاستقرار على قيد 26 لاعب في القائمة الإفريقية ونكابتن سارد الحفيز هيعلن هذه القائمة غدا بإذن الله القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب لها كلال الفترة قادمة لسه وقيد المحل مستمر يمكن قيد بدأ أو فتح تيم اس بدأ بالضبط من مبارح مستمر معنا لغاية نهاية شهر أغسطس بالنسبة للقائمة الأولية والقائمة الأولية هي متعلقة باللاعبين المقيدين في القائمة السابقة أو العقود المستمرة بالنسبة لعدد من اللاعبين اللي كانوا موجودين في النادي الآلي في الفترة السابقة لكن هناك قائمة أخرى وهناك قيد آخر بعد نهاية أغسطس وقبل منتصف ستمبر تقدر تضيف فيها الصفقات الجديدة أو اللاعبين الجدد حتى تستطيع اللي أنت أو يتسنى لك الحق في المشاركة بالنسبة في الموسم المحلي لكن بالنسبة للقائمة الأفريقية تم الاستقرار على قيد 26 لعب غدا إن شاء الله آخر موعد تبقى طبعا للموعد اللي أحددها للتحدي الأفريقي غدا 31 يوليو آخر موعد لإرسال القائمة النهاردة تم الاتفاعل 26 غدا الكابتن سارد الحفيز هيعلن الأسماء الـ 26 لعب اللي عمثله النادي الأهل في البطولة الأفريقية قبل فتح باب الانتقالات وفتح القائمة من جديد في شهر يناير القادم وإضافة لعبين جدد للمرحلة القادمة وإن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهل وقتها بالتأكيد مستمر في البطولة الأفريقية لقيد لعبين آخرين إن شاء الله في المرحلة القادمة عشان يتسنى لنا إن شاء الله نكمل البطولة الأفريقية بشكل قوي يكون عندنا استفادة قصوى بكل لعب مقيد في القائمة الأفريقية حتى إن شاء الله لما نوصل للمباراة النهائية يكون عندنا قوام قايمة بالكامير ويكون في رؤية للجهاز الفني لما يكون عنده متاح أكبر عدد من اللاعبين عشان يقدر يقايد أو يقدر يستفيد بعدد كبير جدا من اللاعبين في المباراة الختمية والمباراة النهائية والشيء الجيد إن الأجندة الإفريقية خلاص بدءا من السنة دي مع نهاية الموسم المحلي وبداية الموسم المحلي في شهر ستمبر هتكون متزمنة ومشي بالتوازي مع البطولة المحلية وده شكل جيد جدا يقدر الفريق من خلاله كانت تستفيد به في مسألة الصفقات التعاقدات الانتقالات الصيفية والانتقالات الشتوية ورزنامة المباراة ما بين المباراة المحلية والمباراة الإفريقية تسير في اتجاه واحد بدءا من أغسطس حتى تنتهي في 30 مايو أو أول يونيو إذن ده كانت النهاردة الأخبار الرسمية والمهمة جدا سواء اجتماع لجنة التخطيط مع الجهاز الفني الاتفاق على قيد 26 نلاعب في القائمة الإفريقية ومنقشة كمان اللجنة مع الجهاز الفني القائمة المحلية خلال الفترة القادمة وعندهم متسع من الوقت لتحديد العناصر الممكن الأهل يستفيد بيها محليا والعناصر الأخرى الممكن لو تلقت عروضي زي النادي الأهل يتعامل مع هذه العروض ويستفيد كمان فنيا وماديا أن اللاعبين دي ممكن تلعب في أماكن تانية خلال الفترة القادمة عشان يكونوا مفيدين بالنسبة للنادي الأهل بعد انتهاء فترة أعارضهم سواء اللاعبين الشباب موليد 97 أو حتى اللاعبين القادمين من الدوريات الخالجية وانتهت فترة أعارضهم وممكن تستمر الأعارض لفترة أخرى إذا كان هناك عروض أخرى بتتلقاها هؤلاء اللاعبين أو بيتلقاها قطاع القرى في النادي الأهل خلال الفترة الحالية مهم جدا في التوقيت الحالي كمان أن القطاع القرى ولجنة التغطية مع الجهاز الفني بتتعامل مع هذه الملفات طبقا للايحة شؤون اللاعبين اللي بتحدد بالضبط ملامح وخطة كل قايمة أو خطة كل نادي في الاستفادة من العناصر اللي عنده وتحديد القوام اللي ممكن تشتغل عليه بعد إعلان القايمة هتكون الفترة الجاية 30 لاعب القايمة المحلية هتكون 30 لاعب والاستفادة بفترة الإعارات انت ممكن تعيير 5 لاعبين وممكن كمان تستفيد بإعارة 3 لاعبين موليد 97 عندك إعارة ل2 لاعبين أجانب ممكن تستفيد بلاعب أجنبي ضمن شمال إفريقيا يقيد كلاعب محلي عندك استفادة ب4 لاعبين أجانب إذا اللي حتشون اللاعبين مع القوام اللي موجود فيه قطاع قرى القدم من اللاعبين من لجنة التخطيط مع قطاع القرى ومع مارتن لسارتي والكابتن سيد بيتم تنصيق كل هذه الأمور خلال الساعات الجارية والشي اللي بنأكد عليه أنه لن ينال أحد من فرحة الأهلوية سواء بعد ختم الدوري بشكل إيجابي بالفوز عز مالك بهدف مقابل لشيء أو الفوز بالدرع رقم 41 في مشوار النادي الأهلي اللي جاء عن جدارة واستحقاق بعد موصم طويل وشاق استطاع النادي الأهلي أنه هو يكون جدير بالفوز باللقب بعد مجهود كبير جدا وتخطيط ودراسة وتجهيز سواء جهاز فني أو عناصر تقدر تستفيد بها على مدار الموصم عشان تفوز باللقب في النهاية وإنت تستحق أن تكون بطلة للدوري للمرة 41 طيب ده بالنسبة ليه المرحلة القادمة بالنسبة ليه النادي الأهلي طبعا عندنا عدد من اللاعبين بيعانوا من إصابات في الفترة الأخيرة وبيتم تجهزهم ليه المرحلة القادمة حمد محمود يبدأ تدريبات القرى خلال الفترة القادمة يمكن النهاردة كان موجود في المران يمكن الفترة حالية فترة أربعة أيام أجازة بالنسبة ليه الفريل أول لكن الفترة دي في استقلال للاستفادة من اللاعبين المصابين أنهم يعني يستكملوا برنامج التأهيل عشان نستفيد بيهم خلال الفترة القادمة ومرحلة التأهيل اللي هيخضع لها محمد محمود تدريبات مكسفة في الفترة الحالية فكرة أن محمد محمود في التقويت الحالي يبدأ يتضرب بالكورة خطوة خطوة أو مرحلة مرحلة ده شيء إيجابي بيدينا إن شاء الله تفاقل بالنسبة ليه المرحلة القادمة لأن فترة تأهيل محمد محمود الفترة الجاية مش هتستمر أكتر من حوالي ثلاث أسابيع إن شاء الله بعد الثلاث أسابيع يبدأ يخش بقى برنامج بدل مكسف عشان يجهز مع الفريق إن شاء الله في المشوار الإفريقي والمشوار المحلي لعب مؤثر عنصر مهم جدا للأسف افتقدناها طيلة الموسم الماضي بعد انضمامه في يناير بالسبب الإصابة لكن الحمد لله الأيام جريت بسرعة اتأهل بشكل كويس ونستفيد بقدراته وإمكانياته لأنه لعب وعد لعب لي إمكانيات خاصة وإن شاء الله فترة الإصابة تكون فترة إيجابية أنه يقدر نفسيا وزهنيا يكون عنده حماس عشان يقدر يعوض الست شهور أو السبع شهور اللي فاتوا أول منضم للنادي الأهلي أيضا كمال لعب مهم جدا بالنسبة لنا كان مؤثر جدا في خط وسط النادي الأهلي وهو كريم ندفيد كريم ندفيد بيخدع لي جلسات في الجيم خلال الفترة الحالية للعلاج من إصابة معينة وإمكاننا طبعا خد فترة جراحة خضروف في الرجبة وإن شاء الله خلال الساعات القادمة إن شاء الله أو خلال الفترة القادمة يقدر كريم ندفيد يعود لتدريبات النادي الأهلي